كمان التانيين رجال العمالي اللي كانوا بيسددوا يشوح عليهم طب خلاص الرجل واشتغل ليه يعني كمان المخدرات الحي وانا شخصيا يعني يمكن اقول اول مرة اقول هذه الوقاعة على الهواء مباشرة ان مجلس العسكري يدخل الى مصر مخدرات باسمه وهذا الكلام على مسؤوليتي وانا كنت موجود في جمارج الاسكندرية وتمت هذه الوقاعة امامي في عام 2012 ما الذي جرى؟ يعني في اربعة حاويات دخلوا بمخدرات الى ميناء الاسكندرية باسم شركة ما والمفروض ان هذه الحاويات تدخل على رصيف العسكري ثم اكتشف احد المفتشين ان بداخل هذه الحاويات شيء ما او تركت مدة غير طبيعية المفروض ان الشركة اللي جاء على اسمها الشحنة ان تستلمها ولم تأتي حتى فوقئوا برائد من القوات المسلحة يأتي بحكما من القضاء العسكري يريد استلم هذه الحاويات فمدير الجمارج شك في هذا الامر ففتحوا هذه الحاويات واجدوا بها مخدرات اربع حاويات اربعين قدم تخيل يعني كيف تفسد صحة او اخلاق الشعب المصري بهذه المخدرات وانت حضرتك كنت موجود مصادفة لان هذا اننا يعني لأجل عملي موجود في احد الاجتماعات داخل جمارج اسكندرية وحدث هذا الامر انا مهندس استشاري وانا استشاري يعني جمارج اسكندرية فحدث هذا الامر بحوار ما بين يعني احد المديرين بالجمارج واشؤون القانونية يعني ماذا نفعل فيها كنت تعمل اصلا في هذه الادارة لا 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 يعني حدث وكنت استغرب وقال له مخدرات نعم يعني أدوية مخدرة وبالتالي جاء ضابط شرطة ضابط جيش يطلب أن يأخذ هذه الحوايات إلى رصيف العسكري طيب إذا كانت أدوية مخدرة قد تكون لصالح المستشفيات ترامدول ليس لصالح المستشفيات معروف أن ترامدول هو مخدر يُعطى لهؤلاء البلطجية يستخدمون هؤلاء البلطجية متى كان هذا الان؟ كان في 2012 في عهد الرئيس مرسي في عهد الرئيس مرسي نعم وهذه الواقعة فعلا تم مصادرة هذه الحوايات وكان بها مشكلة كبيرة جدا على ضوء هذا الموضوع عميد الشرطة الذي تولى التحقيق في هذا الموضوع تم نقله من جمالك الإسكندرية إلى أحد الأماكن الذي قاوم الأمر نعم هو الحقيقة لم يقاوم لكن هو وضع على التحقيق فتم نقله وفي النهاية يعني هذه الحاويات صدرت إلى إلى بعض يعني تم عمل بها طبعا قضية رسمية وتهم فيها الموظفين المدنيين الذين يعملون لدى القوات المسلحة في ميناء الإسكندرية وأكلوها الموظفين لصاريا يعني هكذا هو المجلس العسكري وماذا يفعل في الشعب المصري نعم 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 ترجمة نانسي قنقر